أو مساء الخير أينما تواجدتم وأرحب بكم أيها السادة والسيدات لكل من انضم إلى هذه البرامج الأكاديمية الإفتراضية التي سوف تغطي استراتيجية الأمن القومي أنا اسمي السيد لوكا يونغي وأنا العميد الأكاديمي في مركز إفريقيا لدراسات الاستراتيجية وأنا أيضا هو عميد ورئيس كل هذه البرامج أنا سوف أسهل هذه الحصة الصباحية اسمحوا لي طبعا أود أن أقدم وأن أذكر هذا البرنامج كما ذكرت في الحصة الأولى هذه الدورة الثانية هي منقسمة إلى حصص هناك حصة أولى التي سوف تركز على المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لطبعا استراتيجية الأمن القومي وهي تركز على على التخطيط وعلى البدء وعلى المراجعة والحصة الثانية هي سوف تركز على المرحلة الثالثة والرابعة لإستراتيجية الأمن القومي وهي سوف تركز على الصياغة المراجعة والاستشارة وهذه الحصة الثالثة طبعا التي هي الآخر حصة للدورة الثانية سوف تركز على الدورة على الوافقة الاعتماد النشر والاتصال أو الولوج ولكن قبل أن أبدأ في هذه المناقشة أود أن أشارككم بعض الدروس التي استخلصناها من الحصة الثانية وهي التي كانت تغطي مسألة الصياغة والمراجعة وجلسة الاستشارات هذه الحصة سوف تعتمد على حالة دراسة ولدراسة حالة السودان والنيجيريا فالسئلة التي خرأوا للدروس التي استخلصناها من الجلسات العامة كانت يعني هي كالتالي فالسؤال الذي طرحناه هو الصياغة ما هو الشيء الذي كان نجب أن نصيغه خاصة عندما نتحدث عن هذه المرحلة اهتممنا أيضا بالصياغة فالصياغة اهتمت وغطت كل النقاط أو المراحل المهمة التي كان يجب الاعتماد عليها بالنسبة لمسألة الصياغة كل هذه المراحل هي طبعا مذكورة في التول كيت التي هي مجموعة الأدوات والتي هي كانت تغطي التصور العام لإستراتيجية الأمن القومي وطرقت إلى التهديدات التي تقف أمام تحديد استراتيجية الأمن القومي أو الوصول إلى كل الأهداف الأساسية قبل أن نبدأ في هذه المرحلة كنت أود أن أذكر كل هذه العناصر وكل المراحل الأساسية التي كانت مذكورة في مجموعة الأدوات هذه ودراسة الحالات التي اهتممنا بها كيف يمكننا أن نقوم بمرحلة الصياغة؟ حسب كل المراحل التي هي مذكورة في الوثيقة هناك فرقة تهتم بمسألة الصياغة هذه ومسألة هذه الصياغة نقوم بها عبر التطرق إلى المسائل الأساسية في الوثيقة أولا وقبل كل شيء نهتم بطبعا العناصر الأساسية التي هي مذكورة في الوثيقة طبعا مرحلة الاستشارات هي بنفس الأهمية وخلالها نقوم بصياغة وثيقة موحدة أو مدمجة ندمج فيها كل العناصر الأساسية وبعد ذلك نطرح السؤال الثاني من يجب الاستشارة معهم حسب الصياغة أو حسبت مرحلة السياغة هناك مرحلة التخطيط التي نقوم بالاهتمام بها ونهتم بالعناصر الأساسية هناك بعض المراحل التي هي أهمية وهي مهمة وتحتاج إلى بعض الاستشارات التقنية التقنية التي هي مهمة خاصة عندما نهتم بعض بمسألة الموارد وغير ذلك فالفرقة المهتمة بالاستشارات هي قد تحدد كل الانشغالات وكل المسائل التي يجب أن تغطى من طرف الفرقة التي تهتم بالاستشارات هناك أيضا مسألة الاهتمام وفهم التهديدات وكل الأهداف الأساسية فكيف يمكننا أن نقوم بمسألة الاستشارات هذه عندما نقوم بنظر إلى الديمقراطية فطبعا صياغة الاستراتيجية ديمقراطية هي أهم لها أهمية جوهرية فعندما نقوم بهذه المرحلة نقوم بالاهتمام بمرحلة الديمقراطية في القرى الإفريقية نهتم بالاستشارة مع كل الدوائر مع أعضاء البرلمان ومع كل الفاعلين الذين يتدخلون في هذه المرحلة وبعد ذلك نقوم بتحديد وتمعين النظر في النظرة وفي كل هذه التهديدات نقوم في هذه المرحلة بالاهتمام بكل الأزمات والتهديدات التي هي متواجدة في القرى الإفريقية طبعا هناك مراحل يجب قطعها من أجل أن نقوم بهذه المرحلة الأساسية يجب أن نستشير مع الأعضاء ومع كل الفاعلين بطريقة مباشرة فهذا تصبح مسألة جوهرية مجموعة الأدوات هي تزود وتعطي كل المراحل التي يجب احترامها من أجل الاهتمام بمسألة الاستشارات هذه خلال المناقشات وخلال الاستشارات يمكننا أن نستطيع أيضا استقطاب كل الرأي العام مثلا أيضا فرقة الصياغة أو الفرقة المهتمة بمسألة الصياغة قد تعطي بعض العينات من أجل أن تستقطب الرأي العام ورأي الشعب هذا مهم جدا مرحلة الاستشارات خلال المسار بعينه يمكن أن تغطى في المرحلة الثالثة على المستوى الاستراتيجي المستوى التقنية وأيضا على الجانب العملي فهناك أيضا شكل خاص لمسألة الاستشارات هذه هناك استشارات غير مباشرة وهناك أيضا استشارات عامة أو غير رسمية واستشارات عامة فمن يجب الاستشارة بهم؟ على أساس التعريف العام لطبعا مسألة الأمن هناك كثير من الفاعلين الذين يجب الاستشارة معهم هناك معاهد التي هي مسؤولة على إدارة طبعا وتغطية مسألة الأمن هذه خاصة عندما نتحدث هنا عن المجتمعات المجتمع المدني فاعلي المجتمع المدني هناك أيضا بعض الأحزاب السياسية الأكاديميين الخبراء وخبراء طبعا الإعلام فمجموعة الأدوات تعطي قائمة من الفاعلين التي يمكن الاستشارة معهم فكيف نصل إلى توافق الأراء وإجماع في هذه الاستشارات؟ طبعا بسبب حساسية مسألة الأمن وطبعا وعلى بناء تاريخ كل هذه المسائل الأمنية وتهديدات التي قد تم مواجهتها فمن المهم أن تقوم مسألة الاستجارات هذه بطريقة منسجمة ومدمجة فنعرف أنه من الصعب الوصول إلى توافق الأراء وما يمكن إدماجه في مرحلة الاستشارة فطبعا هناك لجنة لجنة خبراء التي تهتم بالاستشارة هذه وهي لجنة مختصة في حل النزاعات وفي توصل إلى توافق الأراء فكثير من الأراء قد تكون متضاربة وقد يحصل هناك كثير من اختلاف الأراء فقد يحتاج هذا إلى كثير من طاقة خلاقة وإلى وقت طويل فطبعا اللجنة قد تقترح مثلا طريقة لإدارة مرحلة الاستشارة هذه فالتوصل إلى توافق الأراء لا يعني أنه ممكن أن نتوصل إلى طبعا اتفاق تام ولكن هناك ميكانزمات تعتمد على مستقية التي يمكن الاعتماد عليها فماذا يمكننا أن نهدف إليه من خلال مثلا مجموعة الأدوات هذه نحن نود أن نصل إلى هذه الأهداف أن نحدد طبعا تحديد المرحلة الأساسية التي تعتمد على المصادقة وعلى الاستشارة ثانيا يمكننا يجب أن نناقش كيف يمكن وثيقة استراتيجية الأمن القومي يمكنها أن تنشر وأن توصل وأن إلى طبعا بعض الفاعلين أساسي مثل النساء المجتمع المدني وكيف يمكننا أن نستوصل بردود فعل النساء أو مجموعات الأساسية هذه وأخيرا اتفاق أو مشاركة الأهداف الأساسية لمركز لإشارة أو لإستراتيجية الأمن القومي هذه أهم شيء وكما ذكرت وخلال هذه الجلسة العامة طبعا سوف تدار خلال 45 دقيقة وأتمنى بعدها ستتليها جلسة المناقصات وأتمنى أن نستخلص بعض العناصر الأساسية من أجل تطوير استراتيجية الأمن القومي الآن أود أن أمر إلى الحاضرين المتواجدين معنا اليوم أود طبعا أن أرحب بهم وهم خبراء في هذا المجال أنا أود أن أرحب بكل الخبراء المتواجدين معنا في استراتيجية تطوير استراتيجية الأمن القومي ونود أن نبدأ هذه المناقشة نود أن تكون هذه المناقشة بناءة لدينا كل سيرة ذاتية لكل هذه المحاضرين المتواجدين معنا فخلال هذه الجلسة سوف نأخذ دراستين دراست حالة نيجيريا في إطار استراتيجية الأمن القومي لـ 2014 وبعد ذلك بورك نافسو حالة أربعة بورك نافسو الذي طبعا وصل إلى خلاصة أو إلى نهاية تطوير استراتيجية الأمن القومي فهناك بعض الحالات التطبيقية التي سوف نتحدث عنها أنا إنه لمن دواعي سروري أن أتشرف بدعوة هؤلاء المحاضرين لدينا طبعا السيد استفير لاستين دي الذي تم تعيير السماء الذي هو لنيجيريا في عمل في جمهورية طبعا أنغولا في 2010 و2008 والآن نود أن نرحب به وأن نستمع إلى آرائه بخصوص استراتيجية الأمن القومي لقد رأيتم مسار مراجعة استراتيجية الأمن القومي لقد كان في عضو لجنة نيجيريا وقد خدم في كثير من الحركات الدبلوماسية والدورات الدبلوماسية لقد كان مدير للاستراتيجية في مكتب المستشار الاستراتيجية القوم الأومي لقد كان في لجنة الاستشارات بالنسبة للأحزاب السياسية وكان طبعا عضو مدم مهم في هذا المسار شكرا جزيلا للسيد أستفير ليولا لاستيندي السيد المحاضر الثاني هو الكولونيل الراكد تيودور نابا بالي وهو ضابط السلاح الجو في 1981 ولقد كان تم تعيينه طائر مقاتل في تيار النقل في قاعدة واغادرو الجوية ولقد كان خدم كسكرتير لطبعا عضو في الدفاع الوطني لجنة الدفاع الوطني لجنة عالية المستوى ولقد أدار كثير من الأزمات خاصة الأزمة الأخيرة المتعلقة بالفيروس ولقد خدم أيضا كان في الإيرفورس وكان ضمن القوات المسلحة في بيركينف فسرائد مهم لقد إنه خبير محنك في السيد الكولونيل نحن نطلب وندعوك للتواجد معنا إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بك السيدة فيرلي شابوي التي الدكتورة فيرلي شابوي لقد شاركناكم طبعا سيرتها الداتية نرحب بها مرة أخرى هي خبيرة مستقلة في الصراع والأمر وهي أيضا قامت بمراجعة تطوير استراتيجية الأمن القومي وهي خبيرة في مجال البحث وتطوير السياسات والعمليات لا سيما في إفريقيا هي خبيرة طبعا خبيرة مسجلة في القائمة لفريق الاستشاري للقطاع الأمن السيدة الدكتورة فيرلي شابوي مرحبا بك مرة أخرى سوف أبدأ اليوم بمناقشة حول هذا الموضوع وسوف أبدأ بسعادة السفير لسني سيدي لقد أشرفت على مرحلة المراجعة المراجعة استراتيجية الأمن القومي لـ 2020 هل يمكنك بإيجاز لمدة خمس دقائق أن تشاركنا ومع المشاركين وهل يمكنك أن توضح الأسباب التي تدفعنا لمراجعة استراتيجية الأمن القومي هل يمكنك أن تكلمنا أيضا عن مرحلة الاستشارات وكمستشار في مرحلة المراجعة هذه نستمع لرأيك الآن شكرا جزيلا شكرا دكتور لوكا شكرا المستمعين والمشتركين في أول وثيقة الـ NSS كان في 2014 في تلك الوثيقة تم الإشارة إلى أنه ستكون وثيقة ستراجع بين مهلة ومهلة طبعا هذه المهلة تختلف ما بين بلد إلى بلد فبالنسبة للحكومة في وقتها هي عد إليها القرار للقيام بالمراجعة بين الحين والآخر ففي 2019 المستشار الأمن الوطني قال أن هناك أشياء كثيرة موجودة في نيجيريا وتلك الوثيقة ستحتاج التي من 2014 ستحتاج إلى مراجعة والكثير منها تم حصلت والكثير منها كانت تجد المعلومات حول الإرهاب في 2014 كانت هي أسخن موضوع في وقتها وكانت تهدد الأرواح وخاصة الأماكن الشمالية في 2019 الخوات المسلحة والمنظومات الأمنية كانوا مشغولين بالقيام بالإزالة تهديد بقوحرام وأيضا ثانيا أنه هم جعلوا بقوحرام أن لا تكون أنصر تهديد مرة أخرى الآن في ظروف الطبيعية العادية يعني مجموعة المسجد ليست شيء حالة مشابهة لبقوحرام إنما تؤدي بالأرواح في جميع أرجاء البلد هذه المشكلة وأنا شرحتها قبل وثالثا الرقم أربعة كان لديكم حالة حيث كان في أشياء كثيرة متأتي من القاعدة وداعش وكانوا يسبحون أكثر جرأتان في منطقة الساحل الغربي في إفريقيا ويقومون بالهجمات بسبب وجود التعدادات السكانية من ناس الذين هم نفس المبدأ الديني وعندما تجمع كل هذه العوامل تم الإقرار بأن هناك حاجة للمراجعة لذلك البلد والمجتمع عامة كي يقوموا بعدد مراجعة وتقييم التهديدات والتحديات ثانيا مرحلة المراجعة عملية المراجعة هي مشابهة لما حصل في 2014 فأقدت حوالي 50 إلى 60 مكانة حكومية كلها عبارة عن أيات هذه الذي هي العسكرية شبه العسكرية الهيئات الوزارية مثل الوزارة الخارجية كلها كي ينظروا إلى ما تقوم به مكتب الأمن الوطني وما ستقوم به فهذه مجال عملكم هل يمكنكم أن تقولوا لنا ما هي الخطوات التي تتخطموها والكثير منهم كتبوا مذكرات فلدينا الكثير من الأشياء كتبت التقارير والكثير منها أيضا أتت إنه في نهاية المراجعة كل الوكالات التي تم المطالبة بي كي تعلق على الموضوع والعملية إنه كي يروا ما تم كتابته وما فحواها ثم التنسيق مع كل الوكالة إنه عندما لم تكن أي هيئة متأكدة عن دورها بأن عليهم أن يطلبوا وأن يسألوا ما دورهم كي يطلبوا بالتوضيح لأنك إذا لا تعرف ما مطلوب منك لا يمكنك أن أصلا أن تشترك في موضوع المراجعة والتنقيح وما دور المستشار الأمن الوطني في نيجيريا هناك وكالة أمنية كثيرة متعددة المستشار الأمن الوطني مستشار للرئيس ودور مدني يعني إذا كان للشخص خلفية عسكرية أم لا المنصب منصب مدني فمستشار الأمن الوطني هو منسق لكل الهئات الأمنية وكل القضايا الأمنية أي شيء متعلق بالأمن في نيجيريا هو الذي يعطي الاستشارة للرئيس ويرفع المذكرات إليه ويقدم إليه ما يجري في البلد في وقتها تم الإقرار من مجلس الأمن إنهم سيبلغون الرئيس بأن هناك حاجة للمراجعة وهذا ما فعلوه وأخذوا موافقة منه فالهيئة الأمن الوطني متابعة جداً وحيوية شكراً سيد السفير لشرحك التفصيلي أعتقد ثاني سؤال إذا كان بإمكانك أيضاً أن تصف لنا العملية عملية الموافقة وتبني الوثيقة التي تم مراجعتها والبعض من الاتصالات التي أنتم طورتموها وعملية تقديم الوثيقة وإذا كانت الوثيقة مفتوحة أم مكتومة هل هي سرية ضمن طيات الحكومة أم هي مفتوحة للعامة دعني أبدأ بآخر سؤال الوثيقة مفتوحة للجميع وأعتقد هي على الإنترنت لست متأكداً لكن هي أعتقد لأن الكثير من المقترحات قبلت أم لا لكن الوثيقة نفسها موجودة وتنشر إلى أكبر عدد الممكن حتى الأجانب كي يروا الوفد الأمريكي وبلدان أخرى وصفارات أخرى متعددة فهي وثيقة مفتوحة الآن مرحلة الموافقة عليها لكون المجلس الأمن البطني تعمل تحت الرئيس وبعثوا برسالة إليه عن نيتهم والرئيس موافق عليها فالرئيس أيضاً وافق على تركيب وتصميم عملية لجنة المراجعة لأن لجنة المراجعة ليس فقط هيئة أمنية وإنما هم إبرة التوازن لأن من أحد أعضائهم هيئات حق الإنسان أو حتى المعرضة ربما لأن أحد الأشياء التي حصل أن المراجعة تركز على أن ناجيريا أن تنتقل من الأمن الحكومي إلى الأمن الشعبي للمواطن يعني المحافظة على أجساد وأرواح الناس ممتلكات الناس فعندما وافق الرئيس فالوثيقة عندما توافق عليها الرئيس هو الذي يبعث ويوقع على الوثيقة النهائية للمراجعة فهي تتضمن أشياء كثيرة فستكون الوثيقة مضمونة أو شاملة على الكثير من الخطوات والنيات والمقدمة طبعا تعطي فكرة عامة عن الوثيقة في مقدمة الوثيقة مثلا الجدول الزمن والتوقيت وما إلى ذلك فهذه العملية باختصار ثم الاتصالات والتواصل والانتشار والنشرها أول شيء لنا هي أن نجري منتدى لكافة أطراف المصالح للموضوع فمنها كافة الوكالات الأمنية كافة الجامعات فهناك أربع وخمس مراكز بحوث مثلا كلية الدفاع الوطني ويأتون مثلا منهم ضباط كبار مرموقين ولدينا المأحد الوطني لدراسات السياسية الأمنية الوطنية فلديهم دور في قطع الحكومي والقطع الخاص وهيئات الشؤون الدولية لناجيريا وهناك مركز للسلام وحل النزاعات وشعب أخرى كثيرة حتى في أمريكا تم دعوتهم وتلاميذ كثيرين باحثين للذين تخرجوا في الهيئات الخارجية والخدمات الدبلوماسية كيف فقط أن نظر إلى الوثيقة نفسها التي هي موجودة وكيف ينظر إلى إمكانيات تحسينها لأن ما كان ينظر إليه مجلس الأمن الوطني هي أن تستفيد من هذه قبل أن يقوموا بكتابة آخر صيغة لها أن يستفيدوا وفي آخر طور التي هي التنفيذ هي أن نذهب إلى كافة المناطق الجغرافية الستة في البلد أن تجري جلسات شعبية مفتوحة وتم دعوة أي شخص يهلمه الموضوع للإصغاء وأن يرشدوا وأن يعلقوا على كافة الذين يقومون بإجراء تلك المجالس الشعبية ونطلب مثلا من فئة فلان أو من تلك الشريحة المعينة من المجتمع أن تحضر ممثليهم أو أفرادهم فأعتقد أني بهذا جابت على هل هناك شيء نسيته؟ أعتقد أنك نعم ممتاز ممتاز سيدة السفير هل بإمكانك أن تحكي لنا عن العناصر الأولية الأساسية للوثيقة وما شكلها؟ نعم العناصر الرئيسية للوثيقة دعني أتأكد الآن الوثيقة الأصلية قسمت إلى قسمين الآن تم تجاعتها إلى فصول الفصل الأول للمفاهيم الأمنية والمصالح الوطنية الخاصة والسرية الثانية هي المنظور العام للبيئة الأمنية لنيجيريا الثالث المصالح التجارية المستقبلية أربعة إلى سبعة فصول هذه تتضمن استراتيجيات الكاملة نحو الازدهار الاقتصادي والاجتماعي عندما تحدث عن السلام والازدهار السلام من منظور الاستراتيجية الأمنية الازدهار من ناحية اقتصادية والانتعاش الاقتصادي حيث تشمل كافة التحديات الاقتصادية وأخيرا الفصل السابع تنظر إلى البيئة الدولية الاتحاد الأوروبي أمم المتحدة الاتلاف الدول الاقتصادية وهذه العناصر المكونات وعناوين كافة الفصول المختلفة شكرا سيادة السفر آخر سؤال هل يمكن أن تعطينا باختصار بعض التحديات التي واجهتموها أثناء عملية المراجعة وكيف قمتم بإدارة والتغلب عليها كما قلت في منتدى آخر لم أرى بصراحة أولا أولا لجنة المراجعة تم انتقاؤهم بعناية فالأضاء أيضا تم الموافق عليهم من قبل الرئيس ثانيا لدينا بيئة جيدة من العمل في مركز الأمن الوطني لذلك يعني فأعطيك وجهة نظري حول هذا إن بعض الوكالات لديهم صعوبة في فهم بعض الأشياء التي تم تخويلهم بها مثلا الشرطة تقوم بهذا والجيش تقوم بهذا والمجتمع المدني تقوم بهذا فعندما تكتب بهذه الطريقة البعض من الناس يضيعوا أو يتوهوا ويجدون أنفسهم إن عليهم التعديل أنفسهم فأعطيك مثال مثلا الاقتصاد الأمني الأمن الاقتصادي عفوا فوزارة العمل مهمة فما قلنا له هذا الوزارة إنه عليك أن توضح ما دورك وكيف إن هذا المجال المجال العمال والعمالة كيف هي مؤمنة فالمشكلة التي نحن رأيناها نفس المشكلة التي نحن واجهتنا فالكثير من المسؤولين والضباط يحولوا تحويل من مركز إلى مركز كثيرا فالشخص الذي شرحته إليه هذا الفحوى بإسهاب لن يكون الشخص بعد فترة قصيرة لأنه سينقل إلى مركز آخر فسيتغير الوجوه في هذه المناصب فهذه كانت بصراحة المشكلة الوحيدة التي أنا أراها ورأيتها لكن هي لست لها علاقة كمشكلة بالمراجعة وإنما هذه مشكلة مستقبلية شكراً سيد السفير هذه تفاصيل شرحية جيدة والناس سيستفودون منها وللمشاركين سيد السفير أنت التي كتبت الحالات الدراسية لنيجيريا وهو أحد لديه أشياء مفيدة حول الموضوع لننتقل الآن إلى حالة بركينا فاسو السيد العميد بالي أنت كمستشار وطني أنت التي أشرفت على وثيقة الأمن الوطني لبركينا فاسو هل يمكنك أن تعطينا للسبب وراء أنتم كدولة كتبتم وأنشأتموها تعطينا فكرة تاريخية وكيف قمتم بصياغة والتعريف المشاكل الأمنية في بلدكم في حسب خصوصياتكم وأن تشاطر البعض من الآليات للجان الفرعية المختصة التي أسستموها للمسودة خاصة عندما أتي إلى مثلاً مثلاً اللجنة العلمية الذين هم جزء من الوثيقة المسودة تفضل سيدي شكراً جزيلاً دكتور لوكا وشكراً لجميع الذين يصغون إلينا لوكينا فاسو بدأت بالتفكير في صياقة من السودة بعد الانتفاضة الشعبية في 2014 وكان في الانتفاضة الشعبية واسعة في 2014 وبعدها مباشرة السياسيين فكروا في أن يسألوا حول جوانب إصلاحية في المنظمة الأمنية لحل وتقليل دور الرئيس على الجيش ولم يحصل لحد حلول 2015 فهذه الوحدة العسكرية قامت بإجراء انقلاب عسكري والحمد لله فشلت العملية العسكرية هذه فبعد هذا الهزيمة لهم الحكومة طلبت الأمم المتحدة للمساعدة من أجل يعني تنفيذ إصلاح للمنظمة الأمن البطنية فبعد السنتين العامل المبدئ للحالة الأمنية على المستوى الوطني التي تحولت إلى إلى نتائج منها الملايين من اللاجئين الذين هم منتشرين على الطرقات وهناك انتشار وتفشي لحالات الإرهاب في أقاليم متعددة ضمن البلد بصراحة يمكن وصفها بأنها خاضعة لسلطة الجهات الإرهابية ولديك أيضا ثق في الحكومة التي تم تقليلها حيث الشعب لا تثق بالحكومة بصراحة فالناس طالبوا بالإصلاحات الديمقراطية وانتشار الإرهاب في نفس الوقت وهذه رفعت تحديات أمنية كثيرة كان علينا مواجهتها بصراحة فهذه بصراحة أدت إلى يعني ارتفاع الأصوات حول موضوع الأمن الوطني ففي 2017 الحكومة نظمت منتدى أمني وطني كي تفتح المجال للشعب كي يقولوا للحكومة ما توقعاتهم ما هي مطالبهم وهذا المنتدى طالبت بكتابة مسودة لسياسة أمنية وطنية وهذا بدأت في 2018 و2019 في 2018 كان علينا التفكير بمضامين تفاصيل كيفية الإبداء بها وفكرنا في إنشاء لجنة وطنية واسعة يترأسها اللجنة الأمنية الوطنية برئاسة الرئيسة الجمهورة الدولة وإنشاء إدارة لها موجهة من قبل ثلاث وزارات وأنشأنا لجنة علمية أيضا شملت باحثين وخبراء أمنيين وهم الذين بصراحة هم الذين أبدأوا بالعملية كلها فلجنة المسودة كتابة المسودة كان فيها تمثليات من كافة الوزارات المجتمع المدني سياسيين وأطراف من المعارضة والحزب الحاكم كل المجتمع كان ممثل في هذه اللجنة كانت مرحلة استشارية مهمة فكان هناك فاعلين فاعلين الذين كانوا اهتموا بإدارة بيركنا فسولي سنوات عديدة فكان هناك طبعا لجنة استشارية كونت من أجل التوجيه فعندما بدأ بدأت اللجنة اللجنة في عملها هذا وعندما شرعت في هذا العمل فكانت هناك دعوة لمراجعة هذه الوثيقة فتمت مراجعة كل الوثائق العسكرية وغيرها من الوثاق وكانت طبعا على بناء كل الوثائق التي دونت في قبل من قبل في خصوص الأمن مسألة الأمن القومي فقامت بتوجيه وأعطت سند من أجل طبعا تحضير هذه هذه الوثيقة وكانت وثيقة اعتمدت على كل الوثائق التي تم تحضيرها في الساحل فلقد طلبنا طالبنا طبعا المناقشة مع الحكومة ففكرنا في أن تكون هذه السيانة هذه السياسة سياسة تأخذ بعين الاعتبار انشغالات المجتمع خلال الندوة الوطنية التي كانت سوف تهتم بمسألة الأمن القومي فاقترحنا أنه يجب أن تكون هناك سياسة أمن قومي ودفاع سياسة أمن ودفاع قومي ومن أجل أن تكون هناك سياسة أمن قومي شاملة في إفريقيا والتي سوف تهتم وتغطي كل قطاعات مهمة مثل قطاع التربية والتعليم قطاع مثلا قطاعات مهمة أخرى فالحكومة قبلت وصدقت على هذا الاقتراح الاقتراح لم تكن هناك مناقشات في هذا المجال فوافقت وصدقت ووصلنا إلى صياغة سياسة أمن ودفاع قومي هذه شكرا شكرا جزيلا لمداخلتك شكرا شكرا سيد بالي الكولونيل الرائد تيودور بالي فبالنسبة لنيجيريا فنحن هل كانت هذه الوثيقة عامة فما هو المسار الذي قطعتموه لمصادقة وطبعا قبول هذه الوثيقة من أجل أن تكون طبعا الشعب مدمج في هذا المسار وما هو التخطيط الذي تبعتموه من أجل النشر والاتصال فشكرا لمداخلتك هذه الوثيقة منذ صياغتها وكما فهمنا كانت وثيقة تصريحية كانت يجب أن تكون عامة طبعا فكانت يجب أن تستقطب مصادر الرأي العام وأيضا أدمجنا فيها شركاءنا وجيراننا الذين هم خبراء والذين يعرفون تمام المعرفة تصورنا وأهداف سياسة الأمل القومي هذه فالوثيقة في عيني ذاتها لم تكن منشورة على الإنترنت لأنها لم تكن مصادقة عليها مئة في المئة ولكن في فبراير 2010 بدأنا مسار النشر والمرحلة النشر عبر وسائل الإعلام فنضمنا كثير من الندوات في هذا المجال من أجل أن ندعو الإعلام أن يتفهم ويفهم ويكون على دراية هامة بتحليل العناصر الجوهرية التي غطت سياسة الأمن القومي فكل المعاهد المهتمة بالتدريب وكل مدارس الأمن كانت مدمجة في هذا المسار علاوة على هذا تم إعلام بعض المعاهد الأخرى بمسألة سياسة الأمن القومي بالنسبة للرأي العام بالنسبة للمجتمعات فكانت هناك طبعاً ندوات عامة أو مؤتمرات عامة وكانت نظمت بالتوازي مع مرحلة التدوين فكل هذه المؤتمرات العامة كانت طبعاً في مراطق بيركينافسو فلدينا بعد ثلاثة إلى ست أقاليم لدينا رؤساء أقاليم الأقاليم الذين اهتموا بنشر هذه الوثيقة من أجل توعية وإعلام الشعب عن هذه السياسة سياسة الأمن والدفاع القومي هذه شكراً شكراً بالنسبة للمسادقة الوطنية والموافقة نحن نتمنى أن نصل إلى نهايته في شهر ماي لأننا نحن في نهاية المرحلة وصلنا إلى نهاية المرحلة ونحن نحاول أن ننهي النقاط النهائية وسوف يعطى إلى اللجنة الوطنية في شهر المرحلة من أجل أن تكون هناك جلسة عامة منظمة في هذا الصدد ولكن لأجيب على أسئلتك أود أن أقول أن البرلمان كان مدمش في هذا المسار من أول طبعاً أول مرحلة فهناك في اللجنة العامة كان هناك عضوي من البرلمان في سياسة الأمن والدفاع القومي هذه وهم تتبعوا أو تتبعا هذا المسار من أوله إلى آخره وعلاوة على هذا كان هناك تقديم عمل الوثيقة من أجل أن نسهل الفهم لكل البرلمانيين وأن نزودهم بالعناصر الأساسية والعناصر الجديدة بالنسبة المصادقة فنحن نترقب أن يكون هناك اجتماع مع طبعاً اللجنة التقنية وسوف ينظم هذا الاجتماع أظن في الأسبوع القادم وسوف يكون هذا على مستوى البرلمان وعلى مستوى مجلس الوزراء من أجل أن يتم ضبط وفهم كل المفاهيم الجديدة لأن الوثيقة بعين ذاتها هي لديها بعض الخصوصيات التي يجب تغطيتها وفهمها ثانياً وقبل أن يصل هذا إلى يد البرلمان سوف يكون هناك ندوة برلمانية التي سوف يحضر إليها كل الفاعلين الأساسيين من أجل أن يدمجوا وأن يتم إعلامهم ويكونوا على دراية ما من التصور وأهداف سياسة الأمن القومي هذه شكراً شكراً جزيلاً لمداخلتك سيد بالي السؤال الأخير لا أود أن أطرحه عليك هو كالتالي أو لا أود أن أطرحه على السعادة السفير لساندي ما هي مثلاً كل التحديات التي قد واجهتمها في إطار بيركي نافاسو سياسة الاستراتيجية القوم هذه وماذا فعلتم لتصدي هذه التحديات؟ شكراً أول تحدي الذي واجهناه هو التحدي المتعلق بطبعاً تغيير كل العوامل فحاولنا أن نعطي لكل طبقات المجتمع دراية وفهم لهذه المسائل الأمن هذه خاصة القوات المسلحة التي تعرفون أن البيركي نافاسو مر من أنظمة كثيرة من 1966 إلى 2014 يمكن أن نقول أن النظام الحالي هو أول نظام مدني فبخلاصة أود أن أقول أنه تحدي كبير لتغيير عرقلية الشعب وأن نضعهم في صياغ هذا التصور الجديد التحدي الثاني الذي واجهناه هو تحدي متعلق بالمخططين مخططي الاقتصاد الوطني الجديد لأن النظام الجديد بدأ في 2016 وطبعاً كان نظام مجتمعي فهذا البرنامج ترقب تطوير كل القطاعات ومن ضمن هذه القطاعات قطاع الأمن القومي فعندما شرعنا في العمل كانت هناك بعض التضاربات بين هذا التصور والتصور الأمن القومي ولم يكن المسار سهل في حد ذاته فلدينا بعض بقايا النظام القديم لكي نساعد ووجدنا صعوبة في توعية المخططين الجدد في تصور الاقتصاد الوطني الجديد فكان لازم أن نغير بعد النظرة وأن يكون تغيير بعض العناصر الأساسية ضمنها الدستور وهذا كان أول تحدي وجهنا فعلاوة على هذا فلقد كانت هناك أود أن أقول أن كانت هناك إرادة سياسية فكل السياسيين فهموا هذه التحديات وصعدنا في هذا المسار التحدي الآخر هو التحدي المتعلق بطبعاً الدعم المالي وهذا مهم فمن أجل تطوير سياسة أمن قومي تعرفون أنه من المهم أن يكون هذا طبعاً ممكن عبر مبدأ السيادة هذا سيادة المسار فكان لازم أن تكون الميزانية الوطنية تقبل بهذا التغيير وأن تكون ممكنة في حد ذاتها فاستطعنا أيضاً أن نهتم بهذا المجال وكان لازم أن ننظر إلى كل المصالح المتواجدة وأن نهتم بمسألة الميزانية هذه وأن ننظر إلى المصالح العامة وما وراء كل ذلك شكراً ممتاز شكراً جزيلاً لسيدة الكولونيل الرائد بالي لهذه المداخلة القيمة والوجيهة شكراً لدراسة هذه الحالة فطبعاً شكراً لهذه المداخلة والآن أود أن أعطي الكلمة للدكتورة وأود أن أركز على بعض النقاط المهمة المتعلقة بالمرحلة الخامسة وهي التي مرحلة موافقة والاعتماد والتفعيل والنشوة والاتصال عبر هذه الدراستين والحالتين وعبر وبناء على مجموعة الأدوات التي زودنا إياها هل يمكنك إعطاء رأيك بهذه المرحلتين؟ إنه لمن دواعي ضروري أن أنضم إليكم هل يمكنكم رفع الأصابع إذا كنتم تسمعونني بوضوح؟ شكراً أوه أشعر بارتياح طبعاً شكراً نحن وصلنا إلى المرحلة المتحمسة في مرحلة استراتيجية الأمن القومي فبدأنا مرحلة البدء فنحن اهتمنا بمرحلة مراحل قبل هذه المرحلة مرحلة الموافقة والتفعيل النشوة والاتصال فعندما نحن نهتم بمسألة السياغة يجب أن يكون هناك تسلسل ونقاط ومسار واضح لكي نقوم بإدارة المراحل الموالية بنجاح وأتكلم هنا عن مرحلة الموافقة لاعتماد النشوة والاتصال محاضرين اليوم أعطونا حالتين أساسيتين وتكلموا عن مرحلة السياغة وقالوا بأن المراحل كلها مهمة ويجب أن تكون متسلسلة ومترابطة لكي نصل إلى إنسجام في مرحلة الموافقة الاعتماد والنشر والاتصال تكلمنا عن إدماج البرلمان البرلمان هي مسألة مهمة فهذه مرحلة تساعدنا على أن نزيد إلى مرحلة الشرعية الديمقراطية وهذه مرحلة يجب أن ننظر إليها عبر كل حالة فقد لا تكون هناك أسس معينة ولكن البرلمانيين لهم دور أساسي جداً ويجب أن ننظر إلى كل الفاعلين الذين هدمجون في هذا المسار فهناك كثير من العوامل يجب أن ننظر إلى هذا المسار وكيف يمكننا إدماج البرلمانيين في خلق أو في موافقة والمصادقة ومعتماد على هذه الوثيقة لأنها وثيقة مهمة فهذه هي المرحلة الخامسة التي نصل إليها ولديكم مجموعة الأدوات التي تحتوي على كل هذه المراحل بعد ذلك تتليها مرحلة النشر والاتصال فعندما تصلكم هذه الوثيقة يجب نشرها ويجب أن طبعاً فمن المفيد ربما في هذه المرحلة أن ننظر إلى نقطتين أساسيتين يجب أن تكون هناك طبعاً فيجب أن تكون مثلاً يكون نشر وإتصال عبر فاعلي الحكومة حيث تكون هناك كل معاهد المحكمية يجب أن تكون على دراية بهذه الوثيقة فقط لا تكون حالة أو لا تكون مسألة سهلة أو أوتوماتيكية ولكن يجب أن تكون مدمجة في هذا المسار فقد يكون هذا هو الوقت الأساسي الذي يجب فعل ذلك من أجل أن ننظر إلى كل الفاعلين وأن نلخص قائمة كل الفاعلين الذين يجب أن ينظروا إلى كل المناهج الأساسيين لقد ندرنا إلى حالة بيركي نافاسو وفي جلسة المناقشات رقم أربعة تكلمنا عن كوننا على ضرورية كون كل الفاعلين على نفس الخط وعلى نقطة أساسية التي من خلالها يمكن لكل هذه الفاعلين أن يضعوا نقطة أو حجرة أساس لهذه الاستراتيجية فبالنسبة للنشر والاتصال نحن نتكلم هنا عن إيصال ونشر هذا إلى الشعب وإلى المجتمع يجب أن تكون هذه الوثيقة وثيقة وطنية فاهتممنا بحالة بيركي نافاسو وقال المتدخل أن هذا كان مدمج في أول المطاف علاوة على ذلك يجب أن نفهم أن هذا سوف يساعد الاستراتيجية على أن تكون استراتيجية فعالة فيجب نشرها ويجب أن يكون هناك تفاعل وهذا مفيد جدا أن يكون هذا منشور على المستوى الإقليمي والوطني فيجب أن تكون وثيقة عامة فبعد ذلك طبعا نمر إلى مرحلة التفعيل أو الاعتماد فكيفية القيام بهذا هي مسألة جوهرية فيجب أن تقوم بالتدابير الأساسية لإدارة هذه المرحلة فيجب أن تكون هناك طبعا أن تكون هذه الوثيقة محفوظة وأن تكون هناك شفافية فيما المسال الديمقراطي هذا فمهامات أو مهام وطبعا أهداف استراتيجية الأمن القومي هذه يجب أن تكون منشورة وعامة وواضحة ويجب أن تكون طبعا واضحة في مسألة المراجعة هذه فهذه هي العوامل التي يجب أن نركز عليها من أجل أن ننشر أن ندير مسألة النشر والاتصال فعندما نود أن ننشر هذه الوثيقة فيكم هنا سؤال معرفة من يجب إلى من يجب نشرها أو من يجب أن يعني كيف يمكننا نشرها وكيف يمكننا أن نصلها إلى الشعب هذه المناقشة يمكن أن تتم عبر مرحلة الاستشارات ولكن يجب أن ندمج مثلا ندمج الفاعلين في هذا المجال وأن نتم بإدارة مرحلة النشر والاتصال بطريقة فعالة هذا طبعا يعطي مصداقية لمرحلة أو استراتيجية هذه خاصة بالنسبة الحكومة وفي إطار التطوير هذا فعندما استمعت إلى حالة نيجيريا هناك عناصر مشتركة بين النشر والاستشارة فعندما استمعت إلى حالة نيجيريا فهناك طبعا استمعت إلى نقطة أنه يجب أن يكون هناك نشر عام فمرحلة السادسة يجب أن نهتم بها ولكن يجب أن نرجع إلى المرحلة الأولى لكي نفهم كيف يمكننا أن نحقق مرحلة نشر واتصال ناجعة وناجحة وأن يكون هناك تسلسل في كل المراحل وأن نتفادى بعض الإعاقات التي قد تبدو حالة نيجيريا كما قال سعادة السفير يجب أن ندمج كل الفاعلين قبل مسألة المصادقة والموافقة ويجب أن طبعا نقوم بتحضير قائمة هؤلاء الفاعلين هذه في لقد في الماضي كان هناك مرحلة الاستشارة التي تمت إدارتها وإدخال الحكومة في هذا المسار كل الدراسات مهمة جدا لأخذها بعين الاعتبار ويجب تسلسل وترابط كل هذه المراحل فأنا أعطيت نظرة عامة عن المرحلة الخامسة والتساسة التي هي مرحلة الموافقة والاعتماد والنشر والاتصال شكرا جزيلا الدكتورة فيرلي شابوي لهذه المدخلة ربما السؤال الأخير الذي أود أن أطرحه إياكي خصوص هذه المراحل هو طبعا هي متعلق السؤال متعلق بربما بصفة عامة عن ربما التحديات التي قد واجهتموها خلال مرحلة الموافقة والتفعيل أو الاعتماد هل يمكن كيف استطعتم من إدماج مثلا الإعلاميين وغير بعض المجتمعات المدنية وفئات المهمة لمجتمع شكرا نعم مرة أخرى هي صح أن مسودة جيدة ابتداء هي كمرحلة أولية مهمة جدا وبأمل أنه عندما تعمل ذلك لن تنصدم أو لن تواجه مشاكل كثيرة أو تحديات كثيرة لكن دائما أي أن كان هناك تحديات عندما يتي إلى مرحلة الموافقة ربما قد يكون فيه إجراءات موافقية وتحديات ربما مراجعات تشريعية مراجعات قضائية قد تعود إلى البرلمان للنظر والموافقة التشريعية لها وهذا يعتمد على بعض من الجوانب الفحوى التي قد تكون ما درجة ألقتها مع سادة القانون ونوع القوانين في البلد لكن في نفس الوقت هذا أيضا مثلا إذا هذه هي الحالة فهذه طبيعة النظام الديمقراطي يعني لماذا لا نتوقع أن نكون في دور للبرلمان خاصة إذا أردنا أن تكون شيء شامل وكامل عندما يتي إلى كل الجوانب التمثيلية وهناك أيضا بعض التحديات الفنية اللوجستية مثلا إنشاء طريقة فنية للبرلمان كتوافق ربما قد تكون السبب إلى افتقار البرلمان نفسها إلى بعض هذه المزايا الفنية لمعرفة كيفية القيام بها ربما عدم عرفتهم والإلمام الكامل بقضايا الأمن أو عدم قدرتهم على أن يقوموا بدور تدعيمي جيد وكامل لهذا الإجراء الكامل وهذا التحليل المسبق قد تكون شيء مفيد أن تشمل في وثيقة المسودة وربما قد تكون شيء يمكن توقعه منذ البداية والتي ربما قد تكون نقاط ضيحية تساعد البلد على أن تستشير بالجهات الخارجية لمال تلك الفقر ونقطة المهمة هي التكاليف مثلا الاستشارة والسفر والتنقل كلها عبارة عن أشياء يعني لها علاقة بكيفية إجراء النقاشات السفر والترحال والإيواء والتنقل فهي كلها متعلقة بجانب النشر والاتصال عبر البلد فربما قد تؤجل اجتماع أو إجراءات لها علاقة بالسفر توقف بسبب نقص الموارد المالية مع كل هذه التحديات أعتقد أكبر تحدي هي الثقافية البشرية الإنشائية المولود الأولي لأنها عبارة عن نقلة وقفزة نوعية كبيرة للبلد فهذه بصراحة فمثلا حتى شرعية البرلمان ودورها قد تكون فيها نوع من الصعوبة من ناحية هضمها من الجهات الأمنية كي تقوم البرلمان بالانخراج لأنه مثلا القضايا الأمنية قد تكون لها طابع سرية في ثقافتها وتركيبها التاريخي الموروث فمثلا قد تكون المنظومات الأمنية معادية لفكرة نشر تلك الوثيقة كونها لها مزايا أمنية معينة وهذه الأقلية كلها تعود أن القضايا الأمنية عددا هي قضايا سرية وهناك خبراء في تلك المجال لا يبحون بجوانبها وإنجاز هذه النقلة المفاهيمية العميقة بهذه الدرجة بصراحة ليس سهل أي إيجاد اللغة المشتركة والعقلية الأوسع لأنه كما تعلمون نحن نعتمد كثيرا في هذه العصر على ليست فقط حماية الحكومة وإنما حماية الفرد والمجتمع كأولوية أولى كمفهوم وكمنطلق نحو تلك المبدأ دكتور لوكا تفضل سيدي جيد جميل شكرا دكتور فالي على هذا الشرح الوافي أعتقد كلكم توافقونني بأن متحدثين اليوم قاموا بعمل ممتاز جيد وأن نشكرهم ونحن ممتنين حيث ثلاثتهم يعني بصراحة أعطونا يعني خبرات عملية حقيقية خاصة عندما أتي إلى الإنشاء والمراجعة والنشر شكرا سياد السفير، سياد الأقيد، ودكتور رفيرلي بعد حصة اليوم أطلب منكم أن تقرأوا الإيميل أننا سوف نرسل لكم بعض التفاصيل بخصوص حصة الغد فإذا كانت هناك بعض النقاط التي تودون مثلا مناقشة معنا نطلب منكم أن تقوموا بذلك ولكن اسمحوا لي أن أقول هذا قبل الوصول إلى نهاية هذه الحصة الحصة سوف تصل إلى نهايتها هي الدورة الثانية هي الدورة الثانية، حصة الثالثة وخلال كل حصة الدورة نقشنا بعض المراحل التطبيقية التي من خلالها يمكن ضبط أو فهم المراحل الست في تطوير استراتيجية الأمن القومي تطبيق كل هذه المراحل هي مذكورة في مجموعة الأدوات هناك كثير من الدراسات، دراسات غامبيا، جنوب السودان، نيجير، نيجيريا، والبركنافسو، كثير من الحالات الأساسية كانت لدينا تقديمات ناجعة في هذا المجال وما نراه بوضوح خلال كل هذه المراحل فنرى أن نجاح كل هذه المراحل يتوقف على تغيير النموذج الفكري، على الإرادة السياسية، على تخطيط جيد وطبعاً هذا ركزنا عليه خلال كل الجلسات وطبعاً هناك أيضاً اتصال، يجب أن تكون هناك مواصلة واتصال ناجع في هذا المجال هذه كلها عوامل جوهرية التي قد توصلنا إلى نجاحاته المراحل مراحل استراتيجية الأمن القومي متواجدة في الأدوات، في طبعاً مجموعة الأدوات سوف نصل بعد ذلك إلى التفعيل أو إلى مرحلة الأخيرة التي هي مرحلة طبعاً التفعيل يجب أن نتأكد من أن استراتيجية الأمن القومي أو وثيقة استراتيجية الأمن هي مفعلة بطريقة ناجعة يجب أن نتأكد من أن هناك إدماج لكل الفاعلين أساسيين في هذا المسار وأن هناك قضايا جوهرية يتم التطرق إليها خلال هذه الحصة الأخيرة أو الدورة الأخيرة التي سوف تهتم بمرحلة التفعيل، سوف تكون هناك ثلاث حصص سوف تركز على ميكانيزمات التفعيل وسوف طبعاً تقوم بالاهتمام لمسألة الموارد وطبعاً الإشراف المدني على هذه المرحلة هي هذه الحصة جوهرية خلال هذه الدورة الثالثة سوف هي مفتوحة للجميع، لكل من شارك في الدورات السابقة الأولى والثانية وزميلي كلود، سوف يرسل لكم كل الوثائق المتعلقة بالدورة الثالثة نشجعكم على المشاركة إلى هذه الدورة لكي يتم ضبط وفهم استراتيجية الأمن القومي وتطوير استراتيجية الأمن القومي نحن متحمسين للقاء بكم مرة أخرى الآن أود أن طبعاً طبعاً المديرة التي تحت إشرافها تمت إداءة برمجة هذا طبعاً هذه الحصة شكراً جزيلاً الدكتور لوكا وشكراً جزيلاً لسعادة السفير لسيندي وطبعاً للسيد الكلون الرائد والدكتورة ولمشاركتنا بكل هذه الحالات المهمة كنت أود طبعاً في خلاصة هذه الحصة أن أشكركم لتواجدكم معنا شكراً جزيلاً للمشاركة في آخر طبعاً في جلسة المناقشات غداً لهذه الدورة نتمنى أن تنضم إلينا خلال حصة الغد جلسة المناقشات نحن نود أن تطلعونا أن تبقوا على اطلاع بكل التطورات التي تحصلوا في إطار عملكم عمل تطوير استراجية الأمن القومي ابقوا على اتصال معنا وابقوا على اتصال مع طاقم مركز إفريقيا الدراسات الاستراجية أشكر كل الخبراء الذين اهتموا بهذه القضية القضية في بلدانكم وسوف طبعاً نبقى على اتصال بكم وبالقارة نبقى أن تبقوا على اتصال شكراً وعلى اتصال بمركز واشنطن نتمنى أن نتصل أيضاً غد وأنا متحمسة لتواجدكم معنا في هذه الحصة الصباحية الافترادية وفي كل الحصة الدكتور لوكا الكلمة لك مرة أخرى وسوف نتطرق إلى جلسة المناقشات غد شكراً جزيلاً ومرة أخرى شكراً لسيدة كيت كناف ونحن متحمسين لجلسة المناقشات التي سوف نديرها أمس سوف أرسل لكم الرابط الصلة إلى الإيميل شكراً لتواجدكم معنا ولتفاعلكم ولكل الأسئلة الوجيهة التي ترمحتموها أشكر باسمي وباسم مركز إفريقيا الدراسة الاستراجية سعادة السفير بالي والدكتورة فيرلي شابي والكلون الرأي تيف دورنا بابالي شكراً جزيلاً